وبعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أذكر لكم ما أوردوه في قضية المباهل فضل أخونا خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يبارك بيك ويحميك الله يبارك بيك شرف أن أخونا اللهم صلى على محمد وعلى محمد اللهم صلى على محمد وعلى محمد شي غريب يا أبو حق وعاد والله العظيم ليش تكذبوا أشياء واضحة وضوح الشمس ليش يعني النبي قد وقف أمام في قضية رحم أمام الجميع ووقف أمام الجميع وفي الحر يقولون أن هذا محبة من اللي فصل لهم هذه الطريقة من اللي قال لهم أنها محبة إيش محبة ممكن أحد يقاوبني أبا عايشة ولا أي حد موجود سأنقل هذا السؤال لهم أنه لماذا تقولون أنها محبة وبالله عليك أي محبة ذا النبي صلى الله عليه وآله قال الذي أنا أولى به من نفسي شنو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله أنا أولى به من نفسي ما معنى قول النبي أنا أولى به من نفسي معنى أن النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد شيء وأنت نفسك أراد شيء فأمر النبي ولايته عليك تكون الأولى يعني إذا أنت قررت والنبي صلى الله عليه وآله قرر فولاية النبي هي التي تمشي فعليهم عليه السلام ولايته المفروضية التي تمشي مثل ما أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر لأن ولاية ولي الأمر تمشي على الناس أما هاي باقي الأمور اللي ذكروها أنه في معصية الله تبارك وتعالى ما أطاع الله أنت تدري وأنا أدري أنه أي إنسان حاكم الآن يقرر قرارا معين الكل تلتزم به أنت تدري وأنا أدري علي حال الله يوقف خلي أخلي عمار علي جاوبك عن السؤال أنه لماذا أستاذ عمار يقول لك الأخ هو مستبصر يقول لك لماذا صرفتم أنه من كنت مولاه إلى المحبة دون الولاية فضل أستاذ عمار السلام عليكم عليكم السلام وشوي بعد الماكلفون حتى الصوت يكون نقي نعم الآن واضح الصوت الآن واضح نعم نعم نحن نقول أولا أن حديث من كنت مولاه فعليه مولاه هو حديث ضعيف بإجماع أغلب العلماء وأنا ذكرت سابقا كثير من العلماء على سبيل المثال البخاري على سبيل المثال والشيخ دمشقي تناقشت مع الشيخ دمشقي في الموضوع وقال للشيخ دمشقي على المثال المباشر هذا حديث ضعيف هذا الحديث أورده الشيعة يا رجل حديث ضعيف هل يعقل يأتي ويقول لعلي واحد أنت مولا ويترك باك الصحابي لا يقول إلى الآخرين غير معقول ثانيا ثانيا لا افترضنا أن هذا الحديث صحيح لا افترضنا أن هذا الحديث صحيح فهنا المولى نذهب إلى القرآن يا أخي هل تريد أن نتحكم إلى القرآن؟ نعم أو لا؟ نتحكم إلى القرآن في القرآن المولى تأني المحبة لماذا؟ لأنك إذا جئت وقلت أن المولى هي معناها الإمام إذن في هذه الحال سيكون المؤمنين هم أمي الآية ماذا تقول؟ نعم فضل شن الآية؟ الآية ماذا تقول؟ فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وسائل المؤمنين يعني معنى شمعة المؤمنين سائل المؤمنين ماذا الله وصفهم؟ أولياء مولى مولى الرسول أمي فإذن هنا نبعد معنى الإمام وماذا يبقى عندنا؟ لا يبقى أمامنا إلا خيار واحد إلا ما هو خيار المحبة لماذا؟ لأن إذا قلت أن المولى تعني الإمام إذن المؤمنين أو أمي على الرسول وتوقع تقع في ورطة يعني ليس منها مخرج فليس أمامك إلا خيارين إما أن تأخذ بأن المولى تعني المحبة أو الخيار الثاني أن تكذب الآية فماذا تختار؟ تفضل أنا بعد بحث طويل رأيت أن هذا الحديث من أقوى الأحاديث المتواترة مع الجميع بلا شك ما فيها أي شك طب إذا فسرنا معنا فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل هل جبريل إمام؟ فسرنا الماء بأسلوب علمي تفضل طيب أولا علماءك ندعوه يجيب هو يجيب خليه هو يجيب لكي نسمع رأيه يا أخي أنا أنقلك المصادر أنقلك المصادر لا نسمع منه نسمع منه يعني لكي يحدث نيكوش طيب لماذا جبريل ليس إمام إلا وصالح المؤمنين ليس أمي طيب أولا علماءك يقولون أنه فإن الله مولاه يعني وليه وناصره علماءك يقولون نعم المحب والنصر نعم المعب والنصر لا وليه لا هدو هدو أنا أقبل لحظة سأقبل المحبة والنصر تقبل أنه قول علماءك أنه هو الولي والناصر مه المحب الولي نحن متلفين على المعنى لا هو قال قال مولاه يعني وليه علماءك يقولون نعم تريد أفتح تفسير البغار أوافق أنه ناصر ومحب قال وليه وناصره تقبل وليه ليش شطر وتترك شطر يجب أن نحدد ما معنى وليه هنا أحسن نحن عندنا وليه وناصره محبب الآن لما نقول أن الملك ولي الأمر أو ولي العهد ما معنى الولي حسب سياك الجملي إذن لما نقول أنه ولي النكاح الأولى بعقد النكاح ولي المرأة وليها شو يعني وليها ممتاز إذن هنا إذا فرضنا أنه كما تقولون أن علي ولي يعني معنى هنا بمعنى الحاكم وليس إمام من الله يعني هل يحك للحاكم هل يحك للحاكم أن يأتي ويضع تشريعات جديدة ويضيف إلى الصلاة وينقص من الصلاة إذن ممتاز هذا ما نحن متفقين متفقين عليش متفقين عليش يعني تسلم أن علي تسلم أن علي هو ولي الأمر بعد النبي لا نسلم طبعا لا نسلم طبعا أكيد طبعا يجب أن يقول إذن ممتاز الولي الأمر إذن لعضة إذن ما سلم إذن ما سلم أنت ليش رديت على الأخ يا أخ عمار يا أخ عمار أنت الآن رددت على الأخ الأخ عندما ألزمك واجزاه الله خير الجزاء بهذا الحديث ألزمك قلت أنها جئت بآية فأنا رديت عليك الآية من علمائك يقول أنها أنها الولي والناصر بعد أن تظاهرت عليه من عائشة وحفصة يقول أنه أنت عندما تظاهر عليك عائشة وحفصة أنا أولى بهؤلاء لذلك الله تبارك وتعالى عندما يقول هي أولى بهم صلية وأن ولي الأمر وعمري بن الخطاب يقول الأولى أولى بمعنى أنه أولى بهم من أنفسهم لذلك الأخ عندما قرأ الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله ألستم تشهدون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم جيب عبد الرحمن دمشقية وخلي ناقشني في هذا الحديث أنت اتصل بي وقل له تعال وعد اللامي يريد يسوي ياك مناظرة بس لحظة لحظة خليه كمت خليه كمت البارحة ناقشت مع الشيخ دمشقية البارحة ناقشت مع الشيخ دمشقية عن ذات المواجهة وقال لي أن هذا حديث ضعيف وأيضا وضع الشيخ دمشقية قال أن المولى هنا قال إليك لحظة يا أخ عمار يقول أن عمر بن الخطاب مولى شو معنى مولى يعني مصير نحن ناصره ونحبه نحبه يا حذيفة بن اليمان مصعب بن عميل ما معنى مصعب بن عميل مولى هل أحد يستطيع أن يقول أن حذيفة ليس مولى لا مولى يعني مملوك هنا بابا مولى في حسب فهمكم يا أخي يصبر قليلا مولى إذا جاء شخص وقال أن حذيفة ليس مولى في هذه الحالة إذن هنا يعني يخرج من يعني بمعنى يخرج من الإيمان ليش لأنه يجب أن تقول يا أخ عمار حذيفة مولى المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شو معنى أولياء بعض يعني موالين يوجد ولاء بينهم طيب إذا بعضهم لحظة إذا بعضهم أولياء بعض طيب ليش نخلي ولي أمر هذا يعني هنا ولي الأمر المقصود فيه الحاكم والحاكم هنا لا يضع التشريع إذن الحاكم إذا أخطى إذن لا فهم إشكالي فهم إشكالي وجاوب على إشكالي لحظة لحظة فهم إشكالي إذا بعضهم أولياء بعض فإذن الولي معناه أنه ما نحتاج إلى ولي أمر ليش لأن كل واحد حاكم على الثاني والثاني حاكم والثالث حاكم طيب ليش قال الله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم إذا بعضهم أوليها بعض إذن معنى الولي بس خلق خدمك خليها خدمك فهمه القرآن الكريم هذا معنى أن الكلمة لها ألفاظ ومعاني مشتركة الذي يحدد هي لفظ المشترك له معانا الذي يحدد المعنى ووروده في سياق الأمر نأتي إلى ما ورد في سياقي عندما قالها النبي صلى الله عليه وآله شو معنى قول النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم اللي وردت في سياقي شو معناها والآن أنا وضعت حديث صحيح يجب أن يطيعوا الرسول رحمه الله ويكون أولى بهم من أنفسهم الله أكبر يعني النبي جاء بها الله أكبر يعني النبي جاء بها بسياق أنه النبي صلى الله عليه وآله قال ألست أنا أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى إذن من كنت مولاه المولى عدت معاني من الذي يحدد السياق والنبي جاء بالسياق أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم إذن معنا إسمع الجواب نعم إسمع الجواب نعم الجواب كالتالي أن أولى بهم من أنفسهم تختلف عن مولاه هنا لاجب أن تخلط يعني عندما أقول أنا أولى بكم من أنفسكم يعني أنا أحب بأن تطيعوني من أنفسكم إذا أنا كنت مستحق للطاعة يجب أن تحبوا علي تؤالوا علي تحبوا هذا المعنى محبي يعني أنا تؤالوني يعني أنت أحبوا علي ليش أن أولى يعني أنت حضطت بين أولى ومولى لا هنا لا يجوز لا يجوز أن يطلق بين أولى بكم من أنفسكم وبين مولى هنا هذه كلمة مختلفة والمعنى مختلف يعني أنت جعلت الكلمتين أخواني بس لحظة يا شيخ عمار شيخ عمار أخواني أيها المشاهدون لك بس��� Lizard عمار أيها المشاهدون الكلم بس لحظة يا سيد عمار أيها المشاهدون الكرام هذا أمامكم شوف أخواني هذا كتاب أنا لك أكثر من طبعة هذه الطبعة المحققة شوف أخواني من طبعة البداية والنهاية لابني كثير الكتاب أمامكم على الشاشة اللهم صلي على محمد وآل محمد كتاب أمامكم على الشاشة هذا البداية والنهاية لابني كثير شوف أخواني عندما قال عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا لكم أربعة قال هنا قال إسناده صحيح إسناده صحيح لكن أنا الأمر الذي أردت أن أوصله لكم شوفوا أخواني صلوا على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصوم يقول قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوم اجدخل الكتاب والعترة والكذا إذا كانت محبة ثم ماذا قال ثم ماذا قال اسمعوا يا أخوان ثم قال الله مولاي وأنا ولي شوفوا أخواني وأنا ولي شوف هنا قال ولي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فعلي وليه أنا تعمت لعله أول مرة تطلعون على هذه القضية شوف من كنت مولاه يا بطينا مجال لحظة هدوه 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 يا عمي هدوه هدوه الله يرحم وليه الأمر واضح كلمتين مختلفات الله يرحم وليك يا أستاذ عمار طينا مجال الله يرحم وليك شوفوا أيها الشيع أنا أخاطب الشيع هنا ماذا يقول يقول من كنت مولاه فهذا وليه حتى لا يلعبوا بكلمة المولاه النبي استخدم اللفظين يقول اللي أنا مولاه من كنت مولاه فهذا وليه يعني ما قال من كنت مولاه فهذا مولاه ما قال قال من كنت مولاه فهذا وليه ليش حتى يرد على أمثال هؤلاء يقول لهم أنا أريد الولاية لا أريد المولاه بمعنى المحبة إذا قال اللي أنا مولاه فهذا وليه ما قال هذا مولاه لاحظوا هذا اللفظ هذا اللفظ يكتب بماء من ذهب شوفوا أخواني يا حقواد نعم حقواد نعم افترضنا أنه كان محبة هل أحبه أحسنت سيأتي لكن أنا أردت أن أبين للناس أنه النبي قال أنا ولي هنا قال أنا ولي وهنا قال أنا المولى فاللي أنا الولي وأنا المولى فهذا وليه الله أكبر يا ربي أكثر من هذا الوضوح يعني النبي يقولهم السلام عليكم حج بعد ومن لم يكن علي مولاه فالنبي مش وليه أحسنت فضل أبو عمار عمار هل أبو بكر ولي رسول الله نعم نعم بمعنى ما ناصر أو خليفة هنا هنا حسب سياك الجملي أحيانا تأتي بمعنى خليفة الله أكبر حسب سياك الجملي هذا حديث البخاري هذا حديث البخاري ما أدري لها هذا حديث البخاري أنا وليه رسول الله شوني يقصد هنا أبو بكر هنا الخليفة بعد الرسول ولكن هنا الجملة هي التي حددت طب ليش هنا الخليفة ليش هنا الخليفة بعد الرسول في أبي بكر وعندما تأتي لعلي بن أبي طالب تروح الخلافة يا أهل السنة يا أهل السنة الأمر الذي ذكره الأخ الحبيب أبو كريم حياك الله أبو كريم وحيا الله سيد ميثم حياك الله سيدنا الحبيب أهل السلام شوفوا أخواني هذا من البخاري ليش لما البخاري لما أبو بكر يقول أنا ولي وأنا أخرج لكم بسنة الصحية الآن ولي ليش لما يقول أنا ولي أبو بكر صير خليفة وهو المطاع وليش عندما عاد بنا بيطالب لأنه يوجد قريني يوجد قريني أو دليل أنه خليفي الجملة يوجد فيها قريني بينما من كنت بأولاء فعلي لا يوجد فيها قريني هذا حديث هذا حديث هذا حديث بعد ما أكمل مداخلتي هذا حديث هذا حديث هذا حديث اللي يروي وقال بحديث صحيح قال كأني جعيت جف أني قد تركت فيكم ثقلين عدوما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترق حتى يرجع علي الحوب ثم قال أن الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت وليه فهذا وليه خلاص لحظة 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 يلا عمار الآن قال أظهر لكنه هذا وليه مش مولاء إذن علي ولي ولا لا نعم نعم ولي بمعنى بمعنى محب ليش استعملنا قريني استعملنا قريني من القرآن عندنا نحن لا لا لحظة لحظة الجملة المهم أنا ولي كل مؤمن رسول الله ولي كل مؤمن شنو معناها رسول الله ولي كل مؤمن أي يعني بمعنى يعني ولي أمر كل مؤمن أحسنت الله أكبر من كنت وليه فهذا وليه يعني الولاية التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله انتقلت إلى الإمام علي بعد وفات عم شنو المغض هذا يعني معقول كلام واضح لا وليه هنا القريني القريني لا تدل على الخلاف يا ربي لا 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 الله عجزوا المؤمن بيّن الولاية أنا ولي كل مؤمن يعني يقولوا ما أنا ولي أمركم من بعدي من كنت وليه بالماضي فعلي وليك يلا فضل اطلع من هذا نعم هذه هي جاية القريني القريني تدل على الخلاف اسمع اسمع ماذا قال الطحاوي هذا صورة الدمشقية قل له قل للدمشقية فقلت لزيت سمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بإذنيه قال أبو جعفر الطحاوي فهذا الحديث صحيح الإسناد لا طعن لأحد في أحد من رواته قل له للدمشقية تحدى بمناظرة أو يجي هنا خلي ضعف حديث الطحاوي وهو اللي مروي أيضا عن النساء وهذا مسند أحمد بن حنبل أمامكم أيضا أمامكم مسند أحمد بن حنبل هنا يقول إسناده صحيح شوف أمامكم إسناده صحيح طب ما رأيك ما رأيك في الآية التي تقول الله ولي الذين آمنوا هل الله خليفه لا هنا القريني القريني تدل لا يعني الله ولي الذين لحظة إحنا ما نقول إذن هنا لا تعني الإمام لا لا لحظة لا تعني الإمام معنى أسمع الله ولي معنى الله أولى بهم يعني الله تبارك وتعالى لو أراد أن يخسف بهم الأرض يعني أنت أردت وكل البشرية أرادت والله أراده فالله أولى بك من نفسك أنت ما عندك قدرة قبال قدرة الله تبارك وتعالى معناه أنه يلزمك الطاعة لله تبارك وتعالى المطلقة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الذي أورده الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال ألستم تشهدون أن الله أن الله هو ولي كل مؤمن ومؤمن قالوا بلى نشهد قال تشهدون ألستم تشهدون أني أو لا قالوا بلى قال إذن علي بن بي طالب ولي كل مؤمنون فجعله بس لحظة خل أكمل خل أكمل خل أكمل خل أكمل لحظة لحظة يا أخي خل أكمل يا أستاذ خل أكمل فلذلك النبي صلى الله عليه وآله قال أنا أولى وابن كثير الآن قلت لكم أورد لفظ مولاه ووليه مولاه ووليه المهم قبل أن أعود إلى المباه لذا تطيني بس مجال بعدنك سيد عمار بعدنك سيد ميثم بس أخذ هذا الأخ من الجزائر جزائر السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله أرام جزائر أو ليبيا ليبيا نعم نعم من ليبيا أنا من جزائر من الجزائر من الجزائر حياكم الله تفضل حياكم الله والله أنا يعني أعزز على هذا الكلام مولاه يعني تعني فقط المحبة يعني هاي يدليسون كيف يدليسون هذا الأمر يا أخي إذا هبت إلى الويكيبيديا مثلا المولاه هو اسم من أسماء الله الحسن وهو قارب من المعنى الولي ومعنى المتولي للأمر ورطائم به نصير المؤمنين وظاهرهم يعني كيف المولاد فقط يريدون أن يلسقوها بكلمة المحبة شيء غاري مثلا في عقد الزواج عندما نضع فلان زوج فلان هل يمكن أن نقلع الزواج ونضع فلان حبيب الزواج أحسن لا نستطيع عيدة عيدة صوتك شوي توقف عيدة في قضية الزواج شلون كيف يعني الزواج كيف فلان زوج فلان هل يمكن لأحد أن يقول لا ليسوا متزوجين نضع فلان حبيبة فلان الزواج يعني المحبة يعني الطاعة يعني هذا الأمر نفس الشيء للمولاه لا يمكن أن أن نحذف كلمة مولاه ونضع كلمة يحبه المولى يعني الطاعة والإنطياد والحب وهذا يدلسون يضحكون عليهم من الناس حقيقة طبعا أنا أنا أريد أسئلك سؤال أريد أسئلك سؤال الوالي يعني هو الحاكم هو كل شيء هو تحبه أم لا تحبه لا يهمني لكن الوالي هو الطاعة له الطاعة العمياء هو السيف أقول له لهذا الفلسطيني هو السيف أن توطيعه رغم من عنك أحسنت ولذاك يقولون والي الشام والي الكوفة يعني الذي يحكم الشام يحكم الكوفة والذي نعم يريدون أن يدلسون على الناس كأما مثلا أنت وعد اللام السيد وعد اللامي أقول لك أنت لست وعد اللامي هل تدخلك في عقلك؟ لا أنت لست لا تدخل هما يريدون المولى يريدون أن يغيروا ويشويوا هذا الكب لكن لا نستطيع أنا لست مختص في العربية واختصاصي شيء ثاني في الجامعة وكل شيء علمي لكن هذا هو المنطق المنطق يقول نفترض مثلا مثلا نفترض لو قلنا لو قال الإمام علي مثلا والعياد بالله هذا ليس مولاكم ماذا تعني هذا الكبير؟ طب الآن أنت نبهتني إلى نقطة دائما في بالي وكل ما أريد أسألها وأنسى أسأل هذا السؤال ليش يعني دائما نقول الإمام علي لكن ما نقول الإمام أبو بكر ولا الإمام عثمان ولا الإمام عمار نعم في المغرب في المغرب العربي يعني نقول الإمام ننسقها فقط لأهل البيت الله أكبر ننسقها الإمامة ننسقها فقط لإمام هناك مسجد اسمه مسجد لا وهي أيضا أخونا مسجد زين العابدين هي أيضا ما ترهم هي ما ترهم يعني الإمام عمار الإمام أبوك يعني ما أعرف ما أموها لا تنسق لا تنسق وثانيا النقطة الثانية هي اليوم على ما أضم في السنة الخامسة والثلاثين للهجرة مصب الإمام علي سلام الله عليه نصبها على حساب منهاجهمهم يعني هو إمام قبل 35 للهجرة كيف نصبه؟ نروح للأول الأول كيف نصبه في الساقفة؟ نصبه بالاختلاف وتركوا رسول الله وتشاجروا وثاء الثاني كيف نصبه؟ الأول هو الذي نصب الثاني الثاني ماذا فعل للثالث؟ أخذ ثمانية من صحابة وعمل لعبة ونصبه الثالث نعرفوا اللعبة التي كانت الرابع كيف؟ والرابع من؟ من هو فضيلة الشيخ؟ من هو؟ نعم الرابع هو الإمام علي نعم الإمام علي عليه السلام على حسب لا يوجد أي لعبة ديمقراطية كل الناس انتخبوا الإمام علي كل الناس هجموا على بيت الإمام من محبة القوة من محبة الناس إلى الإمام علي الإمام علي هم هجموا على بيته ورفوس الحسنين وهجموا على بيته في نقطة مهمة جدا يعني أرجو أن ينتبه إليها الأخوة الشيعة لماذا لا يكلمون على اليوم هذا؟ لماذا لا يكلمون على تنصيب الخليفة الإمام علي؟ لماذا لا يتكلمون عليه؟ هو لا يعتبره أصلا خليفة رابع يعني مصيبة نحن عندنا ليس الرابع هو الأول طيب في نقطة مهمة جدا أرجو أن يدونوها الأخوة الكرام في حديثي يسموه حديث المناشدة اللي ناشده الإمام علي عليه السلام عندما قال لهم كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب أو عرب على لفظي عرب فقال لهم كيف أكون مولاكم فقالوا لأننا سمعنا النبي صلى الله عليه وعليه لا تستخرج هذا الحديث لأننا سمعنا النبي صلى الله عليه وعليه قال من كنت مولاه فهذا عليهم المولاه يقول وفيهم أبو أيوب الأنصار مو سيدنا ولنا غلطان أنا حتمت على ذاكرتي نعم نعم فيهم أبو أيوب الأنصار وفيما بأيوب الأنصار الآن شوف الصاروخ الحيدري الآن لو كانت المحبة وما ماذا يقولون يقولون لأنه كانوا يبغضونه يبغضون عليا فقال لهم أنا حبيبكم مش النبي قال لكم أنه أنا حبيبكم صح ولا لا الإمام علي قال لهم أنا حبيبكم ونأشدكم الله هل سمعتم أنا حبيبكم فالآن يلزمهم الآتي يلزمهم أن أبا أيوب الأنصار كان يبغض عليا عليه السلام وإلا ما في داعي يقول لأبي أيوب الأنصار بالله عليك أنت سمعت النبي قال أنا حبيبكم في واحد الآن يأتي إلى إنسان يعني ويقول له أنا متسمع أنا أحتج عليك أنا وناشدك الله عم تصدق معي أنا مش حبيبك ليش تفعل به هذا الكلام معناه أنه كانوا يفعلون به أفعالاً ولذلك حديث المناشدة وكل طوق في عناقهم أخونا سيبقى الآن يبدل الله جاء الحديث في مسل الحمد من حمد نفسه هو أي أحسنت أحسنت أبو الكريم شوف كيف أكون مولاكم عليكم السلام كيف أكون أتقول عليكم بطل من هذه السالة وأنتم قوم عرب قالوا قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه واليوم غديركم يقول فإذن معناه أنه النبي أنه أمير المؤمنين عليه السلام ماذا قال لهم قال لهم كيف تكونوا لي أنا أملككم يعني شلون أنه يا بدأ طينا مجال يا معاوية طينا مجال خليك كلم الإمام علي عليه السلام يقولهم لماذا تقولون لي مولا يعني أنتم مثل أنا مشتريكم عبيد عندي هو يريد أنه أنا أولى بس ما معناه كيف أكون أنا مولاكم يعني الأولى بكم وأسيركم وأنا كما أسير العبد المملوك كيف أكون مولاكم قالوا له لأن النبي قال إحنا على رأي إشارتك وطاعتك قال من كنت مولا فعليون مولا واضح الحديث لا علاقة له بالمحبة أجي سؤال الآن إذا كان أبو شيب أيضا كله إسناله صحيح إذا كان معنى المولا معنى المولا المحب أو الناصر يعني الآن لما نجل الحديث يقول لهم كيف أكون محبكم وأنتم قوما عرب أو كيف تحبوني وأنتم قوما عرب ليه شنو المشكلة العرب يحب العرب شنو المشكلة أو كيف أكون ناصركم وأنتم قوما عرب أو كيف تنصروني لا لا سيدنا ما هو قصد أنه العرب ما يحبه بس أنا حجة لا لا سيدنا اسمه حجتي سيدنا قصد أنه العرب ما يحبه على ذولة بس الفرس يحبه ليد سلمان الفارس يحبه ولا قالوا ما شلون عرب وتحبوني معنى بس الفرس يحبه الآن هو لماذا أشكل الإمام علي بن أبي طالب لماذا أشكل على هؤلاء على الصحابة على أبو أيوب الأنصاري ومن معه الآن لو كان معنى المحب يا أخوان المحب أو الحبيب أو الذي نحبه كيف أكون محبكم أو كيف تحبوني وأنتم قوم عرب يريدوني شنو المشكلة يا علي بن أبي طالب العربي يحب العربي نحبك ونحن عرب ما أجاب بهذا يعني عربي كيف أكون ناصركم أو تنصروني وأنتم قوم عرب هنا مو يقولون المحب والنصرة كيف تنصروني أو أنصركم وأنتم عربي شنو المشكلة العربي ينصر عربي إذن هناك معنى آخر لذلك قالوا سمعنا النبي صلى الله عليه إذن الأولى يعني أنت الأولى بنا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب بس لحظة أخونا معاوية نقطة مدخل أخيرا أي تفضل أخير مدخل أنا أدخل التلفون تفضل تفضل وهو الشيء الغريب هل سمعتم في الحضارات أو السياسة يأتي أحد بأحد يقول وهذا مولاك يعني المحبة المحبة يمكن أن تحبه أو لا تحب هذا شغلك يعني هذا شيء غريب كيف تأتي بأحد وتقول هل من كنت مولا فهذا علي يعني أن تحبوه أن تفرض عليهم محبة هي سياسية هي سياسية هي الحكم والحكم والحكم الأهل البيت هذه هي والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله طيب قبل أن أقدم الأخت محمد تفضل من العراق من العراق تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة